برضو هنيتكلم معاتش الاهلي ان الماتش الاهلي هو الحديث وبالتالي اخذ رأيك في مبارات اليوم ورأيك في هذه الهزيمة اللي يمكن تكون يعني صعبة برضو على جميع النادي الاهلي لان النادي الاهلي بلعبته الموجودة بمديره الفني اللي يمكن لسه الامور وثقة من الدارة النادي الاهلي بتتجدد لي من منذ ايامه وبالتالي كان المتوقع بالنسبة للمباراة انها تبقى بشكل مختلف على اقل كت النتيجة التعادل اللي ليس الهزيمة مرة اخرى كبتراتي ويبقى عنده دوافع واول دافع ان انت يعني اول هام التجديد دي اول خطوة وبقى فيه استقرار من قبل ما تسافر لبالك يعني النادي الاهلي جدد له من اخر يوم ماتش بيرا منذ على طول اعلن بعد المباراة حصل واشنا عاديين هنا تاني حاجة ان انت ما عندكش حجة ان انت ارتحت وان ان انت عندك لعيبة كويسة وده مباراة سأرية ان انت خسران على ملعبك في القاهرة فلازم ترد اعتبارك هناك تالت حاجة انت في المؤتمر بتعمطش عنده دافع اخر كبت الفكرة ان انت ده سانداونز فريقك القديم ده دافع مهم جدا برده اكيد طبعا ما انا بقولك سأري مباراة كانت سأرية يعني رد اعتبارك في مباراة زي لان هو جوم كيسبوك هنا لازم تكسبه فانت في المؤتمر بتعمطش برمز قلت انا بلعب لما بلعب بتلاتة بهدف واحنا قلنا هنا ان لما انت بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد كنت انا بسمير وابلدهب قلنا بتخلي الافضلية ليك الاستحواز ليك الخطورة ليك الاجابية ليك كل حاجة بتبقى ليك الضغط ليك الانتشار ليك كل حاجة كل حاجة فنية بتبقى ليك لما بتلعب بالزات اربعة اتنين تلاتة واحد فما عندكش حجة فاجي النهاردة لعب باربعة تلاتة تلاتة ولعب التلاتة اللي كانوا شكل بعض حتى فيه يعني حتة فنية النهاردة السلية رقم واحد مش شايف اتنين حمد فتحي يعني ييجي بعديه تلاتة ديانج افوأ واحد الاتنين اهم من اهم الناس في الملعب ايوة هما مش فائقين لتنفيذ الطريقة دي لا تلاتة اربعة اتلاتة ماشي هما مش فائقين ميز باص مش مركزين في الملعب اشتراكات كمانا كانت لأول مرة التحامات هما كانوا اعلى يعني فرقة سوندونز كثبتك النهاردة بحطة الضغط عليك وانهما اقوية في الالتحام فبقى كل كرة كانت ليهم كل كرة طبعا اعلامة الاستفاة من انت الاتنين دول مش فائقين وتيجي تشد افوأ واحد ده كان قابليها قبل ما اتطلعوا بديئتين عامل برس على الراجل ناحية الليفت اللي هو منزله الراجل عشان يعمله جابها ناحية الشمال لعيب كويس ضغط عليه وخد منه الكرة وراح بيها لغاية التمنتاشر شريف اللي اتأخر في التحرك عشان كده الكرة تقطعت منه لو شريف وهو جاي يتحرك له من البداية كان هحطها له وروح انفراض وعملها قبل كده السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها بمطش الترجي وفي كذا مطش يعني ففيه علامات استفاة انت بتتكلم على تغيير الديانجة كبير طبعا امس دي في الديانجة 74 ولو برضو ما انت 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 سبت الاتنين اللي هم مرهقين وتعبانين وطلحت افوأ واحد ده يعطي نص ملع برغم ان اللي عمل لك التوازن التغيير بتاعت احمد عبدالقادر لما نزل بدأ يخليك تروح اعجون بدأ يبقى فيه ايجابية بس خليني برضا اقول لك كابتك ونزول وقت من وقت نزول حسام حسن وحسن عبدالقادر او تكمل اتغير الشكل الشكل اتغير ايوة انا بقول لك او مع كان كمان ديانج كنت هتلاقي الفرقة اتقل من كده واختر من كده لان الاتنين اللي هم حمد الفتح والسلام مش فيقين فمش قادرين يعمل ولا الحتة اللجمية كويس ولا الحتة دفعية كويس خلي بالك ان هم راحوا بانفراد بعد ما كرة قطعت الراجل قطحها من حمد الفتح وعملها انفراد للشدناوي انقذها في واحدة تانية قبلية اللي هي هات وخدوا والراجل شطى يعني اذا هجماتهم المرتدة كانت خطرة لو انت عندك الاتنين دول كانوا فيقين مش هتشوفوا كلام ده هم ليه مش فيقين كابتن فكرة ان السلائم كان مريح في ماتش البرامات اشهر ماتش زي ده ليه حالة الفواءان مش موجودة عند الاتنين انا هم طول ما تلعبوا التلاتة جنب بعض هتلاقي في مشاكل عملوها بكده كابتن عملوها بس بيبقى مش هو الشكل الاجاب اللي انت عايزه هم وقفين على رجلهم ماشي بس ما فيش الحتة اللي هي الايجابية زي ما بتلعب اربعة اتنين تاة واحد يعني لما بتلعب اتنين دفندرات ده بيبقى عارف هيعمل ايه هيميلي ازاي هيضغط ازاي والتاني هيغطيه ازاي اوه ده هياجم ازاي وده هيدفع ازاي انما التلاتة بتلاقي سمك لابن تمرين دي وبعدين في مست التلاتة كمان في مشكلة كبيرة انا معرفش اذا كان المسلمان اللي قيل كده لحمد فتحي ولا هو بيعملها بمزاجه حتى كمان في المنتقب ان اول ما كرة تطقط تبص تلاقيه نازل في وسط الاتنين بقى ليبرو هي دي تعليمات طبع انت انت يعني حتى يعني انا عايز اقول لك مفيش خطورة عليا بترجع ليه بتفضي نص الملعب ليه مفيش حاجة جايه عليا مفيش حاجة عليا ده انت تلاحظ ان ايه بيبقى النادي الاهلي هاجم وحمد فتحي في وسط الاتنين خليك انت الليبرو بتاع الاتنين اللي هو السولية وديانج يبقى انت في ظهرهم بدل ما انت تبقى وراهم ويبقى فيه فجوة في الحتة دي مرغبالك فانا انا يعني فيه علامات طب فكرة تلاتة اربعة تلاتة انت ما كنتش شايف مش نقحة انت عايز تنجع اه عايز تنجع اربعة تلاتة تلاتة اعمل هاف رايت وهاف ليفت ودفيندر ساب